مأزق سياسي كبير يواجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بعد خطبة المرجعية الصارمة التي حملت فيها الحكومة مسؤولية أكثر الأحداث دموية في محافظات ذيقار والناصرية والنجف التي أريقت فيها دماء الشباب كنتيجة حتمية لاستخدام القوة المفرطة مرجعية النجف دعت مجلس النواب لإعادة النظر في الحكومة الرهنة والضرورة الإسراع بإقرار حزمة التشريعات الانتخابية بما يكون مرضيا للشعب تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه بعد خطبة المرجعية ونتيجة لعجز الجهات المعنية في احتواء المتظاهرين أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أنه سيقدم استقالته بشكل رسمي إلى مجلس النواب ليتصرف بما تمليه مصلحة العراق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رحب بإعلان رئيس الوزراء نيته تقديم استقالته إلى مجلس النواب معلقا عليها في بيان بأنها أول ثمار الخير وليست آخرها لكنها لا تعني نهاية الفساد مقدما مقترحات عدة لتجاوز الأزمة الرهنة رئيس اتلاف النصر حيدر العبادي أعلن تأييده لخطاب المرجعية الدينية وطالب مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل أخرى جديدة مستقلة من جهته طالب سيد عمار الحكيم رئيس طيار الحكم الوطني مجلس النواب بمواصلة اجتماعاته للانتهاء من إقرار قانون انتخابات منصف يعتمد الدوائر الفردية وقانون مفوضيتها بتشاور مع بعثة الأمم المتحدة المتظاهرون قالوا إن استقالة رئيس الوزراء لا تقدم ولا تؤخر مؤكدين أن مطالبهم تغيير كامل النظام السياسي محضرين من التسويف الحقيقة استقالة عبد المهدي لا تقدم ولا تأخر نحن نريد قانون الانتخابات عادل وقانون مفوضية كذلك عادل حتى نبني وطننا بشكل صحيح ويكون وطننا ما بين الأوطان ذات قيمة وذات سيادة المسألة ليس بعادل عبد المهدي ليس بالشخص إنما المسألة بالنظام السياسي الذي خرجه من رحمة المحتل الأمريكي لذا نقولها كعراقين نطالب بتغيير النظام السياسي بكل توابعة وكل أفرازات المرحلة مرحلة 2003 من نظام الانتخابات إلى أمور أخرى لذا نحذر حقيقة من تسويف مطالبنا الأساسية التي خرجنا إليها في كل وقت وحين تؤكد المرجعية الدينية وقوفها سندا للشعب العراقي ولمطالبه ولقراراته في اختيار الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصية لأحد عليه مع علم الجميع أن الشعب فقد الثقة بالحكومة وليس شخص عادل عبد المهدي الذي ورث تركة ثقيلة متراكمة منذ 16 عاما